موسيقى ازايكم حبايبي عاملين ايه يارب تكونوا بخير يا موليد برج العقرب موليد برج العقرب النهار ده ان شاء الله الاراية العاطفية بتاعتكم الخاصة بالنص التاني من شهر نوفمبر و هنشوف التاقة بتاعتك و تاقة شريكك و هنشوف احوالكم العاطفية عاملة ايه الفترة الجاية دي ان شاء الله بسم الله و يلا نبدأ نشوف الاراية العاطفية بتاعتك ما تنسوش تضغطوا لايك و يلا نبدأ نشوف التاقتك ايه هادي اول كارت التاقة بتاعتك سورني و هنشوف طاقة شريكك يا برج العقرب عاملة ايه بسم الله برج العقرب بتاعتك شايفات كأنك الفترة الجاية دي بتفكر ان انت تطلع رحلة او تسافر او تروح مكان بتنمي شنطك اهو ماشي رايح في حتة برج العقرب اه هتغير مكان هتاخد اجازة هتقعد مع نفتك في مكان اه او هتطلع رحلة متعلقة بالعمل وضعك حلو مستقيم بتقطط لحاجة و اه بتعمل خطات لحياتك اللي جاية و انت شايف ان الحياة كلها اصلا رحلة و انت اه كأنك عايز تعمل مغامرة او اه تبتعد لفترة يعني من الوقت كده وتشوف نفسك وتقعد مع نفسك و اه تحدد حابب تعمل ايه الفترة اللي جاية شايفاك كده يعني كأنك اه عايز تبعد شوية برج العقرب عايز تستجم طيب اه خليني اشوف طاقت شريكك طاقت شريكك هنا بتقول لي انه انت اه او انه الشريك بتاعك الشكر السبع بتاعته اه عنده الفتاح في الشكر السبع الفترة اللي جاية يعني عنده حدث عالي عنده اه احساس بيك منفتح قوي و كمان شكر التاج اللي هي يعني شكر التاج اللي هتكون منفتحة عنده هيكون حاسس باي رسالة تبعت هالو هيكون منفتح قوي عنده سلام عنده قوة حابب اه او هيستقبل منك اي رسالة انت تبعت هالو الفترة اللي جاية حياتك هتبقى او حياته هتبقى اه فيها حدث عالي شايفه بيحس باي رسالة انت بتبعت هالو يعني لو انت اه فكرت في اي حاجة او حبيت توصل لرسالة شايفه الشخص ده هيستقبل منك الرسالة لو انتو مكنتوش على تواصل فهو هيكون حاسس باي حاجة او اي رسالة تبعت هالو طيب تعالي نشوف الكروت هتقول لنا ايه عنك وعن شريكك نشوف بقى كروت الطالب وتقول لنا ايه عنك وعن شريكك اسم الله خلينا ناخد كتفين دوله على جنب كده خليهم خلينا نشوفك انت ونشوف كمان شريكك بيفكر في ايه من ناحيتك من ليه طيب برج العق شايفك الفترة الجاية عندك كارزمة حلوة قوي تقدر توصل لاي حاجة انت عايزها او اي علاقة انت عايزها هتلاقي نفسك بالتمم ارتباط هتلاقي حب جديد لو كنت اعزب هيدخل حياتك لو في حد قديم حيرجع لحياتك ولازم انت تفكر في الشخص اللي يستحق وهتوصل للحاجة اللي انت عايزها الفترة الجاية دي شايفة كمان عندك الشخص ده عايز يرجع ويقدم لك هدايا شايفة فيه صهرات حلوة فيه مناسبة حلوة شايفاتك كمان بتتخلص من التكاتل السلبية او الناس اللي كانوا بيزعجوك وبينغسوا عليك حياتك يا برج العقرب في العلاقة بتاعتك طيب خلينا كده نتكلم بتفصيل اكتر انا شايفة فيه شايفك انت مسافر في مكان او الشخص ده في مكان يعني فيه مسافة بينك وبين الشخص ده اللي انت مرتبط به يا برج العقرب فيه ارتباط او فيه سفر بينك وانتو الاتنين فيه مسافة شايفاتك كمان كأنك رفعت سيفك على الشخص ده وكأنك بتوقف الحد عنده الشخص ده كأنه ضيقك ضيقك بكلام ضيقك بوجود طرف ثالث انا شايفة فيه طرف ثالث تتسبب لك في مشكلة شايفة عندك عدالة يا برج العقرب فيه امر في محكمة هيكون في صلحك المتزوجين وكان فيه بينهم مشاكل او محاكم شايفة الامور هتحكم لصلحك انت يا برج العقرب شايفة برج العقرب بيتصرف الفترة الجاية بحكمة قوي وبياخد جارات قاطعة وحاسمة في حياته كمان شايفة برج العقرب عنده بدايات جديدة بدايات جديدة وكأنه فيه امور جديدة هتسيطر على حياتك الفترة الجاية وهتكون الحاجة كويسة يعني لصلحك كمان عندك الكينج أوفينتيكل الحكمة مسيطرة عليك قوي انا شايفة عندك ابراج الطور والحمل والعقرب والسرطان والجد والعزراء والطور تاني و الحوت الابراج المسيطرة عندك لقيت الصورس كمان عندك جوزاء ميزان ده الو فيه نجاح في حياتك فيه كرات جديدة فيه رجوع اشخاص تاني لحياتك فيه شخص عايز يرجع يرتبط بك رسمي برج العقرب شخص عايز يرجع يرتبط بك ارتباط رسمي انا قلت فيه مسافة بينك وبين الشخص ده عند البعض طبعا لان دي قرية عامة بعض منكم انتوا في مكان والشخص تاني في مكان علشان عندك كأنه فيه قطط انت بتفكر فيها او بتفكر في شركات معينة او بتفكر تسافر تروح مكان دايما انا شايفة في طاقتك هنا شفت في الطاقة بتاعتك هنا انت عايز تروح مكان يا برج العقرب عايز كأنك تفصل شوية عن العلاقة العاطفية عشان تعرف تاخد فيها ثرار شايفة طرف تالت دخل في النص تخلى العلاقة دي نهارت يعني فجائيا نهارت بفجأة كده عندك The Tower العلاقة دي نهارت على غفلة حصل خيبة امل في النص اكتشفت حاجة صدمتك خلت العلاقة بقت بالفشل حصل بينكم خناقة حصل بينكم مشكلة كبيرة جدا خلتك مشيت يا انت مشيت يا الطرف التاني اللي مشي لان شايفة فيه حد منكم مشي يعني مولاش ما بصش وراء رغم انه الشخص ده ميشي او انسحب الا انه ما بينامش يعني دماغه مش بتفصل قاعد بيفكر 24 ساعة في 24 ساعة بصوا حتى في مثل الليل بيضحى بيفكر فيك بيفكر في العلاقة اللي بينكم شايفك شايفك حابب ان انت تستريح وتستجم شوية عندك قلق وعندك قلق يا برج العقرب برج العقرب العلاقة دي انتهت بالطرف التالت واحب اقولك بقى ان الشخص ده علاقته انتهت بالطرف التالت علاقته انتهت بالطرف التالت فراجع يفكر وراجع عايز يرجع حابب يرجع لك بعد ما العلاقة دي انتهت مع الطرف التالت عايز يرجع يبدأ بدايات جديدة في حد تالت وقع بينك وبينه فالشخص ده راجع عايز خطوبة عايز يكون فيه علاقة يعني رسمية علاقة رسمية ولكن شايفك انت منتصر علي برج العقرب شايفك انت منتصر على الشخص ده امورك في الاحسن شايفك حكيم قوي لان انت فعلا اتصرفت في العلاقة دي شايفك اتصرفت بحكمة اتصرفت بحكمة العزاب في حد جديد هيدخل حياتكم الحد ده او الشخص ده او الحب الجديد ده هتقابله في مكان عام هتقابله في مناسبة في خطوبة في عدميلاد في فرح في مناسبة انت هتحضرها وهتقابل فيها حد هيعجب بيك والحد ده هيبقى عايز يدخل حياتك كمان شايفة المنفصلين الحب القديم راجع الشخص انت بتفكر فيه عايز يرجع وعايز ارتباط رسمي عايز اتطور في العلاقة يعني لو كنتوا عارفين بعض بس كده فهو عايز العلاقة تبقى خطوبة مثلا فاهميني عايز ارتباط رسمي في العلاقة دي نادم على كل حاجة زعالك فيها نادم على المشكلة اللي عاملها معاك بصد كده رفعت العصي على بعض في مشكلة رفعت العصي على بعض كأنك في مشكلة حصلت في ممكن شخص ده كمان يكون من برج الاسد في منافسة في مناقشة حدة حصلت بينك وبينه قالك كلام دايقك قالك حاجة زعالتك خليتك رفعت السف عليه لا اقف لحدك انت ازاي بتقولي كده او ازاي بتكلمني كده ومن هنا بدأت المشكلة من هنا حصلت الخلافات كمان الشخص ده برضو ممكن يكون برج السراطون يعني انا وانا ماشا كده اي برج هقولك عني في عند البعض حد قديم راجع وفي حد جديد هتظهر في حياتك الشخص ده منجذب لك جنسيا اوي اوكي والشخص ده هيكون الفترة الجاية عنده الحدث عالي اوي من ناحيتك اي حاجة انت هتحب توصلها له اي رسالة ايجابية تحب توصلها له هتوصله هيحس بيها هيكون فيه محبة وفيه انسجام والعلاقة هترجع تاني فيه خطوبة عند البعض ولو انتم مخطبين فالخطوبة هتطلع على مستوى اعلى وهيكون فيه زواج ان شاء الله كمان اه شايفها الرومانسية هترجع تخايم تاني على العلاقة دي اه فيه حد هيدخل حياتك هتكون هواياتكم زي بعض هتكونوا بتعملوا حاجة مع بعض فيه هواية فيه عمل فيه حاجة هتكونوا بتستركوا فيها مع بعض هتكون فيه حاجة اه يعني بينكوا انتم اللي اتنين والحاجة دي هتكون اه يعني مشتركة بينكم فيه اه علاقة انتهت اللي هو الطرف التالت اللي مع الشخص بتاعك علاقتهم انتهت مع بعض عشان كده راجع طيب خليني اخد لك كروت الرومانس ونشوف كروت الرومانس هتقول لنا ايه بسم الله ده انته بص والله واقعلك الثلاث كروت حتة واحد فعلا نشوف الثلاث رسائل ايه حد الثلاث كروت اللي وعولة بص يا برج العرب اول كرتب يقولك اه اه افتح او امنح علاقتك فرصة جديدة ادي العلاقة دي فرصة جديدة تاني ادي علاقتك مع الشخص اللي راجع ده فرصة تانية الملاكة الملاكة الرومانسية بتقولك اه اعمل شوية مجهود تاني وادي العلاقة دي فرصة اه لو في مشاكل تقدروا تعالجوها بس هتحتاجوا ان انتوا تلتزموا مع بعض في العلاقة دي وكل واحد يحط الدمانات اللي عنده ان العلاقة دي هتنجح على الاقل لو نهيت العلاقة دي خالص ومش عايز ترجع فانت هتعرف ان انت تديدت العلاقة دي فرصة بما فيك كفاية وتبقى اعملت اللي عليك يعني وبكده ما تندمش حتى لو سبته الكرتب التاني برضو بيقولك challenge in your soulmate استدعي رفيك روحك او يعني انتوا اللي اتنين انت والشخص ده soulmate صلواتك وتوكديتك ودعائك هو اللي هيجمع بينك وبين الشخص ده عندك الشخص ده عند البعض soulmate توقم شعلا و في اتفاق روحي بينكم مكدر ان انتوا هتتقابله في وقت معين كمان اه المتزوجين شايفة فيه عندهم لم شمل تاني فيه لم شمل للأسرة تأكيداتك تأكيداتك وصلواتك هتجمع بينك وبين الشخص ده سواء متزوجين وانفصلته فيه رجوع سواء منفصلين فيه رجوع لو كنت اعزب هتقابل soulmate بتاعك اعبر عن حبك امشي لقدام وخلي في اديك زمام الأمور الخاصة بحياتك العاطفية وحاول ان انت اه تكون ايجابي هتجذب ليك الاصخاص اللي انت عايزها شايفة عند البعض فيه رجوع وفيه خروج كأنه هتاخده معين غرامي مع بعض وهتخرجه فيه خروج او فيه عزومة بينك وبين الشريك اه الشخص ده برضو شايفة ممكن يبعتلك هدية او يبعتلك رسالة انا قلت هنا فيه رسالة جايلك من الشخص ده او الشريك ده فيه رسالة جايلك منه استنى منه بقى مكالمة تليفون ميسج اه هيحاول يعبر فيه عن مشاعره و اه هيحاول ان هو يرجع عايز يرجع فهيحاول انه يكلمك يعبر لك عن مشاعره شايفة هنا الزفل اهو فيه علاقات جديدة للعزاب فامشوا مع الطيار خليكم مع الطيار يا عزاب وفيه علاقات جديدة دخل حياتكم المنفصلين فيه رجوع عشان العلاقة تبدأ من اول وجديد فيه رجوع فيه عدالة فيه كرمة راحت للشريك وعارف امتك فيه كرمة راحت للشريك او للشخص ده وعارف امتك يا برج العقرب حسنه ظلمك وهيحاول يرجع تاني يصلح العلاقة اللي بينك وبينه طب خليني اخد لكم اه اجوبة الملايكة اسألوا بقى اي سؤال في دماغكم كده ويلا نشوف الاجابة عليه ايه بسم الله خلينا نشوف اجوبة الملايكة هتقول لنا ايه عن الاسئلة اللي بتدور في دماغك عن العلاقة دي ونشوف كمال هتنصحنا بايه كروت دي بسم الله خليني اخد لك opportunity اوكي ناخد كرت تاني اوه عمليك لي خلينا ناخد كرت عن التوقيت طيب لو كنت بتسأل عن رجوع الشخص ده فالاجابة in the near future لو بتسأل الشخص ده راجع ولا لأ او راجع امتى فهو راجع راجع في المستقبل القريب الحاجة اللي انت سألت عنها او عايزها هترجعلك قريب جدا جدا مش هتضطر ان انت تستنى فترة طويلة فخليك متفائل وخليك ماشي في المصاري الحالي وخليك منفتح اوعى تستسلم اوعى تستسلم ليه؟ لانه في رجوع قريب ان شاء الله مش هتضطر تستنى زي ما كنت بتستنى الفترة اللي فاتت او اه الامور متعطلة او وقفة او ماشية في ركود لا الامور ان شاء الله هتاخد مجرى احسن وحتكون على ما يرام هترجع تانى اه الامور تتحسن بالنسبة ليك مع الشخص اللي انت عايزه حلوة او طيب الكارت التانى بقى بيقول لنا ايه؟ عمليك لي يعني اه مش من المرجح ان الحاجة اللي انت سألت عنها بتحصل زي ما كانت بالذات هي تحصل بس ممكن تحصل بنسخة تانية او نسخة مختلفة من الاحداث بمعنى مش هي الحاجة الافضل حاجة اللي انت بتفكر فيها ده انت هيجيلها افضل من اللي في دماغك فخلي تركيزك على اه كل الاحتمالات وفتح عينك في فرص حلوة جيالك واستعد للتجربة في مفاجآت هتمر في حياتك والمفاجآت دي هتكون مردية ليك جدا جدا وحتجيلك فرص حلوة في حياتك هتخليك اه يعني تقول انا ازاي كنت بفكر كده وانا جاني حاجة احسن انا مكونش عارف انه جاني حاجة احسن عندك فرص فيه فرصة حلوة فيه نمو ايجابي فيه توسع في الافق عندك فيه توسع في الحياة العاطفية فيه فرص حلوة فيه اجراءات او فيه حاجات حلوة تفصل في حياتك وتغيرات في حياتك ما كنتش متوكحة افتح قلبك واستنى الفرص الحلوة اللي هتجيلك فيه فرصة حب حلوة جاية فيه شخص حلو هيدخل حياتك ممكنش هتبقى متوكح ان انت ممكن يدخل حياتك حد ازاي كده فاستنى الفرص الحلوة وانا عشان كده شايفك هنا يعني كأنك رايح مكان اهو بتغير جو غير غير مكان خليك ايجابي خليك ايجابي واجذب لنفسك كل الفرص الايجابية طب خليني اخد لك اه كارت من كروت الاحجار ونشوف ايه الحجر المناسب ديك ونصيحة الحجر المناسب ديك ايه بسم الله نشوف الفترة دي ايه الحجر المناسب للطاقة بتاعتك حجر الامبير حجر الامبير هو الحجر المناسب ليك الفترة دي طيب تعالوا نشوف ايه هي نصيحة حجر الامبير وحيقولك ايه يا برج العرب الامبير اللي هو او يعني الامبير او العنبر كانت يعني حجر العنبر العنبر بيقولك سبها على الله سبها على الله خلي امورك كلها على ربنا خد نفس عميد اعمل شهيك وزفير وسيب كل امورك على ربنا وربنا عنده استفاء وربنا عنده الايجابة البطاقة دي نزلت لك مش صدفة نزلت لك لان انت عندك مشكلة اه او عندك حمل تقيل عليك و اه ربنا بيقولك سيب الحمل ده او اترك الحمل ده علي و اه هتحس بانه بسهولة كده هتحس دني بقت سهلة وانت مش مضطر ان انت هتتعامل مع نواقف دي لوحدك انت سيب الامور علي يعني على ربنا سيب الامور على ربنا و ربنا سبحانه وتعالى هيعليك لك الامور وخليك متأكد انه ربنا مش هيسيبك و اه ربنا هيساعدك اطلب المساعدة من ربنا ربنا مش هيسيبك لوحدك خليك صادق في كلماتك اطلب بقلب كده من ربنا اه كون انت هتتمسج بمشكلة فده مش حل اه خليك واكعي اكتر وتمسكك بالمشاكل هيزادها سوء فسيب المشكلة على ربنا العنبر العنبر بيقولك انه او الحجر ده المناسب لك الفترة دي ان ربنا سبحانه وتعالى دايما معاك من بداية الزمان وربنا موجود وافتكر دايما ان انت كل ما ايمانك بقى اعلى كل ما مشكلتك هتتحل اعلى احسن واسرع فسيب الامور على ربنا واه اه احترم انه اه يعني ربنا اراد بكده دي اختيارات ربنا و اه امورك كلها تبقى احسن الفترة اللي جاية سلامة انت تب الامور على ربنا حلو اول حجر العنبر ده ونصحته حلوة جدا الحجر ده المناسب لتاقتك الفترة الجاية دي العنبر اتركوا الامور الى ربنا برج الاقرب دي كانت قريتك للنص التاني من شهر نوفمبر اتمنى يا رب تكون قرية عجبتكم وما تنسوش تضغطوا لايك وشير وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد واكتبولي في الكومنتات اللي بيحصل معاكم وشاركوني و اه اتمنى يا رب تكون قرية عجبتكم واشوفكم في فيديو جديد يا برج العرب